اشتركوا في القناة اليوم سوف نتعلم بإذن الله أولا توضيح كيفية تمغنط المواد داخل المجالات المغناطيسية وأيضا وصف عمل مسجلات الصوت هذا ما سوف نتعلمه بإذن الله في درسنا لهذا اليوم كما تعلمون المغناطيس عبارة عن مادة تنتج حقل مغناطيسيا وتولده لاستقطاب وجذب المواد القابلة للجذب مثل الحديد وغيره وكما تلاحظون أنه عندما نقوم بنثر برادة الحديد على المغناطيس تلاحظون ماذا تلاحظون تكون خطوط هذه الخطوط تمثل ماذا تمثل خطوط المجال المغناطيسي وتلاحظون أن اتجاه المجال المغناطيسي طبعا يخرج من القطب الشمالي متجها نحو القطب الجنوبي للمغناطيس كما تعلمون المغناطيس يتكون من ماذا من قطبين قطب شمالي وقطب ماذا وقطب جنوبي وهذه تمثل ماذا تمثل خطوط المجال المغناطيسي بهذا الشكل تكون خارج من القطب الشمالي متجها نحو القطب الجنوبي وطبعا اكتشاف المغناطيس طبعا قديم جدا منذ العصور القديمة والآن أصبح له استخدامات عديدة في كثير من حياتنا في الأجهزة الإلكترونية وفي الطب وفي كل الأمور له استخدامات عديدة وسوف نتكلم في درسنا في هذا اليوم بإذن الله عن استخدامه في المسجلات مسجلات الصوت طبعا بالنسبة للمغناطيس هناك مواد تنجذب للمغناطيس وهناك مواد لا تنجذب كما تلاحظون في هذا السؤال ما الفرق بين الحديد والخشب في الاستجابة للمغناطيس لو قمنا بوضع خشب مقارب للمغناطيس هل سوف يتأثر هذا الخشب؟ لن يتأثر إذن ما الفرق بين الحديد والخشب؟ الفرق في الاستجابة للمغناطيس نلاحظ أن الحديد يستجيب لماذا؟ أن الحديد يستجيب للمغناطيس بينما الخشب لا يستجيب للمغناطيس إذن هناك مواد لها استجابة وبعض المواد تكون استجابتها عالية بعض المواد تكون استجابتها عالية جدا مثل الحديد وبعض المواد الأخرى نسميها فيرو مغناطيسية هذه المواد تكون استجابتها عالية جدا للمغناطيس الخاصية الفرو مغناطيسية طبعا بعض المواد يكون عندها هذه الخاصية وهي الانجذاب القوي نحو المغناطيس فعند وضع قطعة من الحديد بالقرب من المغناطيس فإن الحديد يصبح أيضا مغناطيس له قطب شمالي وجنوبي أيضا لكن هذه المغناطة تكون مؤقتة بمجرد إبعاد المغناطيس سوف تزول هذه المغناطة من هذه المسامير أو هذا الحديد إذن هذه الخاصية اسمها خاصية الفرو مغناطيسية طبعا من أشهر هذه المواد الحديد والنيكل والكوبرت إذن يطلق على المواد التي تنجذب بشدة داخل المجال المغناطيسي المواد الفرو مغناطيسية ومن أشهرها ماذا الحديد والنيكل والكوبرت ما الذي يحدث داخل هذه المواد؟ هذه المواد تحتوي كما تعلمون على ذرات وهذه الذرات تكون متعادلة في الشحنة لها شحنات موجبة ولها شحنات سالبة والشحنات السالبة يعني هي تتمثل في الإلكترونات ما الذي يحدث عندما تتمقنط هذه المواد؟ يحدث هناك ترتيب لمجموعة المجالات المغناطيسية الخاصة بهذه الإلكترونات التي طبعا موجودة داخل هذه الذرات المتجاورة فماذا يحدث؟ ترتب مجموعة المجالات المغناطيسية الخاصة بإلكترونات الذرات المتجاورة في الاتجاه نفسي بهذا الشكل وعندما يزول هذا المغناطيس ويزول أثر هذه المغناطيس تعود مرة أخرى للعشوائية الموجودة في السابق كما تلاحظون في الشكل الأول قطعة الحديد في المجال المغناطيسي في الشكل الأول قطعة الحديد في المجال المغناطيسي تلاحظون ماذا؟ هناك ترتب للمجالات المغناطيسية للإلكترونات في الاتجاه نفسه جميعا بينما الشكل بعد زوال أثر هذا المغناطيس نلاحظ عودة هذه المجالات إلى وضعها الطبيعي وإلى العشوائية الموجودة في السابق إذن ما الفرق بين المناطق المغناطيسية لقطعة من الحديد في كل الحالتين عندما تكون في المجال المغناطيسي وعندما تكون خارج المجال المغناطيسي أولا بالنسبة لخارج المجال المغناطيسي تكون المناطق المغناطيسية في اتجاهات ماذا كما ذكرنا عشوائية تلقي مجالاتها المغناطيسية بعضها بعضا إذن هذا بالنسبة لقطعة من الحديد خارج المجال المغناطيسي أما عندما تكون داخل المجال المغناطيسي فإن المناطق المغناطيسية ترتب بفعل المجال الخارجي لتصبح متفقة معا في الاتجاه كما رأينا في الشكل السابق إذن هذا هو الفرق بين قطعة الحديد عندما تكون داخل مجال المغناطيسي وعندما تكون خارج المجال المغناطيسي السؤال هنا كل إلكترون في قطعة الحديد هو يشبه مغناطيسيا صقيرا جدا بحد ذات إلا أن قطعة الحديد ككل قد لا تكون مغناطيسية ما السبب في ذلك؟ لماذا؟ السبب لأن الإلكترونات لا تكون في الاتجاه نفسي ولا تتحرك في الاتجاه نفسي ولذلك ستكون مجالاتها المغناطيسية ماذا؟ ستكون مجالاتها المغناطيسية عشوائية إذن لأن الإلكترونات لا تكون في الاتجاه نفسي ولا تتحرك في الاتجاه نفسي لذلك تكون مجالاتها المغناطيسية ماذا عشوائيا لكن لو أثرنا عليها بمغناطيس ما الذي يحدث سوف تترتب وتصبح جميعا في اتجاه واحد وطبعا تصبح مغناطيس لكن هذا المغناطيس مغناطيس ماذا مؤقت الآن نأتي لبعض التطبيقات نأتي الآن لبعض التطبيقات مثل المسجلات طبعا المسجلات تحتوي على ماذا أو تتكون من ماذا تتكون من رؤوس وهذه الرؤوس نسميها رؤوس التسجيل وتحتوي على ما يسمى بمقانض كهربائية رؤوس التسجيل تحتوي على ماذا على مقانض كهربائية أي تحتوي على مجال مغناطيسي وناتج هذا المجال ناتج من ماذا من إشارات كهربائية هذه الإشارات الكهربائية طبعا راح تكون لماذا مجال مغناطيسي إذن من المكونات الرئيسية في رؤوس أجهزة التسجيل ماذا كما ذكرنا المقانض الكهربائية إذن نقول المقانض المقانض الكهربائية إذن هذه المكون الرئيسي في رؤوس أجهزة التسجيل طبعا تولد المسجلات كما ذكرنا لبضات وإشارات كهربائية تنتج تيارات كهربائية في رأس التسجيل كما تلاحظون هذا هو رأس التسجيل ربما تلاحظون في أجهزة التسجيل الموجودة لديكم في المنزل طبعا يعمل على توليد مجالات مغناطيسية تمثل الصوت المراد تسجيله طبعا كما تلاحظون هذه أشريطة التسجيل هذه أشريطة التسجيل تحتوي على شريط وهذا الشريط هذا الشريط البلاستيكي يحتوي على جسيمات مغناطيسية يحتوي على ماذا؟ على جسيمات صغيرة جدا هذه الجسيمات جسيمات مغناطيسية إذن هذه الجسيمات من السهل جدا أن نؤثر أن نؤثر عليها من خلال ماذا؟ من خلال المقانط الكهربائية الموجودة في رؤوس التسجيل أن نؤثر على هذه الجسيمات الصغيرة وأن نغير في ترتيبها وتشكيلها كيفما نشاء الطريقة هي كالتالي عندما يمر شريط التسجيل المغناطيسي هذا هو الشريط عندما يمر من خلال ماذا؟ من خلال رأس التسجيل طبعا هذا الشريط يحتوي على ماذا؟ كما ذكرنا يحتوي على قطع صغيرة جدا من مواد مغناطيسية طبعا فوق رأس التسجيل يمر من خلاله يمر من خلال رأس التسجيل فإن رأس التسجيل يعيد ماذا؟ يعيد ترتيب المناطق المغناطيسية يعيد ترتيب ماذا؟ المناطق المغناطيسية وتعتمد اتجاه الترتيب واسطفها في المناطق المغناطيسية على اتجاه تيار المار برأس التسجيل وطبعا التيار الذي يأتي إلى رأس التسجيل هو يعتمد على الإشارات الكهربائية والإشارات الكهربائية من أين تأتي من الصوت المراد تسجيله من الصوت المراد تسجيله هناك طبعا ميكروفون موجود في جهاز التسجيل يلتقط الإشارات الصوتية يحولها إلى إشارات كهربائية تنتقل من خلال رأس التسجيل يحولها إلى مجالات مغناطيسية هذه المجالات المغناطيسية تقوم بترتيب المناطق المغناطيسية الموجودة على الشريط بشكل معين إذن اتجاه التيار المار في رأس التسجيل في المسجلات والذي يحدد ترتيب واتجاه المناطق المغناطيسية إذن نقول ترتيب واتجاه المناطق المغناطيسية إذن اتجاه التيار المار في رأس التسجيل في المسجلات هو الذي يحدد ترتيب واتجاه المناطق المغناطيسية طبعا تسمح المادة المغناطيسية الموجودة على الشريط البلاستيكي إذا لدينا أول سؤال اختر الإجابة الصحيحة وظيفة المادة المغناطيسية الموجودة على الشريط البلاستيكي للتسجيل هل هي المحافظة على ترتيب المناطق المغناطيسية أو تقيير ترتيب المناطق المغناطيسية أو مسح المادة الصوتية المسجلة أو تكبير المحتوى الصوتي المسجل الإجابة الصحيحة كما ذكرنا هي المحافظة على ترتيب المناطق المغناطيسية إذن هذه هي الإجابة الصحيحة لدينا سؤال آخر يقول لماذا يضعف المغناطيس عند طرقه أو سحبه؟ لماذا يضعف المغناطيس عند طرقه أو سحبه؟ ما هي الإجابة الصحيحة؟ الإجابة الصحيحة أن تبعثر المناطق المغناطيسية مقارنة بالنسق الذي كانت عليه يسبب ماذا؟ يسبب إضعاف المغناطيس إذن ما هو السبب في إضعاف المغناطيس؟ إذن السبب هو تبعثر المناطق المغناطيسية مقارنة بالنسق الذي كانت عليه طبعا تسمى الحديد والنيكل والكوبلت مواد ماذا؟ هل نسميها مواد دايا مغناطيسية أم مواد فروم مغناطيسية أو مواد بارا مغناطيسية أو مواد انتقالية ما هي الإجابة الصحيحة كما ذكرنا نسميها مواد فروم مغناطيسية أي لها انجذاب قوي نحو المغناطيس إذن الاختيار الصحيح هو الاختيار B إذن بهذا وصلنا إلى نهاية درسنا لهذا اليوم الذي تكلمنا فيه عن الصورة المجهرية للمواد المغناطيسية وذكرنا أن الفروم مغناطيسية هي المواد التي تنجذب بشدة إلى المجال المغناطيسي مثل ماذا؟ مثل الحديد والنيكل والكوبلت وذكرنا المناطق المغناطيسية وهي ترتب مجموعة المجالات المغناطيسية الخاصة بإلكترونات الذرات المتجاورة في الاتجاه نفسه وأيضا ذكرنا بعض التطبيقات مثل التسجيل في الوسائط طبعا التسجيل في الوسائط تتكون رؤوس التسجيل في المسجلات الصوتية وأجهزة الفيديو من ماذا؟ من مقانط كهرباء إذن هذا تطبيق على ماذا؟ على المغناطيس هناك تطبيقات عديدة جدا وكثيرة جدا في الأجهزة الإلكترونية وفي الطب وفي جميع أمور المغناطيس موجود ومتواجد فيها إذن بهذا عزائي الطلاب وصلنا إلى نهاية درسنا لهذا اليوم هذه بعض المراجع لمن أراد الرجوع إليها وللتواصل أو المزيد من الدروس من خلال قوابة عين أتمنى لكم عزائي الطلاب مزيدا من التوفيق والنجاح نلتقي بإذن الله في دروس قادمة والسلام عليكم ورحمة وبركاته اشتركوا في القناة